أعلن الحرس التوري الإيراني أنه استهدف جماعات كردية في إقليم كردستان العراق بصواريخ وطائرات مسيرة انتحارية. وقال إنه في عملية جديدة استهدف قاعدة جماعة انفصالية على حد وصفه قرب كاركوك تعرف باسم حزب الحرية الكردستانية. وتتهم طهران الجماعات الكردية الإيرانية باللجوء إلى كردستان العراق لتأجيج الاحتجاجات التي تحدث في إيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسى أميني. في غضون ذلك تشهد العاصمة العراقية بغداد لشاطا سياسيا وبرلمانيا مكثفا للأكراد ضمن الجهود الرامية إلى إيقاف الاعتداءات الإيرانية التي تطاول إقليم كردستان العراق. حيث أدى رئيس الإقليم نجيرفان برزاني زيارة إلى بغداد التقى خلالها عددا من المسؤولين العراقيين. بهدف توحيد الرؤى والخروج بموقف حكومي وبرلماني موحد لإدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي العراقية وإيقافها. أجرى نجيرفان برزاني رئيس إقليم كردستان العراق سلسلة لقاءات مع القادة العراقيين في بغداد. إذا كان بسبب معارضة موجودين بالداخل، لماذا أبناء الوطن يتحملون؟ لماذا نموت نتيجة معارضة حزب من دولة أخرى؟ هنا أيضا نحتاج حكومة قوية للتعامل مع هذا الملف. البرلمان العراقي عقد جلسة خاصة ومغلقة بهذا الخصوص استجابة لطلب من النواب الكردي لبحث ملف الاعتداءات من جهة وملف الخروقات التي تقول طهران بأنها سلمت بغدادة وثائق تؤكد حقها باستهداف معارضين إيرانيين مسلحين داخل الأراضي العراقية. أمر دفع بعض النواب إلى المطالبة بتدويل قضية الاعتداءات. يجب تدويل قضية ويجب أن نطلب كممثلين عن شعب جلسة المسل الأمن الدولي لأن يكون هناك قرارات ضد أجارة إيران أو تركيا أن يوقفوا الاعتداءات اليومية اليوم والحد الآن الاعتداءات مستمرة. الاعتداءات الإيرانية المتكررة لقيت إدانة من ممثلين دبلوماسيين ودوليين في العراق. في السياق السياسي والقانوني هو انتهاك لسيادة العراق والتجاوز كما وصفت الأمم المتحدة والجانب الأمريكي بأنه قصف عشوائي غير مبرر يستهدف سيادة العراق ويستهدف أيضا حتى الآمنين الموجودين في هذه المخيمات. الشارع العراقي الممتعد من الممارسات الإيرانية لا يبدو مهتما بالتعليق كثيرا على الأحداث الجارية تاركا الأمر إلى السلطات المعنية. ردد أفعال وتصريحات قوية لكنها لا ترتقي إلى مستوى اتخاذ إجراءات رادعة. وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية تكرار الاستهدافات ومزيد من التصعيد. ضياء الناصري العربي بغداد. ومتابعة لهذا الموضوع انضم لنا من أربيل مرسلنا غسان خضر ومن بغداد مرسلنا الضياء الناصري أهلا بكم. أبدأ معك غسان. إذن قصف إيراني جديد على مواقع في إقليم كردستان العراق. ضعنا في تفاصيل هذه المواقع المستهدفة وردود الفعل على ذلك. يحيى المواقع المستهدفة هذه المرة هي في منطقة بين كاركوك وبين أربيل. هناك يتواجد حزب أزادي أو حزب الحرية وهو أيضا حزب إيراني معارض. يأتي هذا القصف لكن في هذا القصف لم تسجل أي إصابات بشرية. وأيضا لم يعلن بشكل دقيق عن الخسائر المادية التي وقعت في هذا الانفجار. هذا القصف يأتي بعد يوم واحد فقط من أيضا قصف طالة السليمانية وأربيل. طالة حزب الحزب الديمقراطي الإيراني المعارض. وأيضا حزب كومالا وهو حزب أيضا ينشط في السليمانية. سياسيا يحيى دعني أشير إلى أن المسؤولين هنا في إقليم كردستان. بعض المسؤولين يقولون بأن إدانة القصف لم تعد كافية. وأنها على ما يبدو حتى الآن لم تأتي بأي نتيجة. لأن القصف متكرر. وقبل قليل كان هناك أيضا بيان من الحرس الثوري الإيراني. قال أنه يطلب من سكان إقليم كردستان الابتعاد عن المناطق التي تواجدت فيها أماكن أحزاب المعارضة الإيرانية. وهو تهديد بأنه قد يواصل قصفه مرة أخرى. مسؤولون في إقليم كردستان يقولون بأن الإدانة لم تعد كافية. لأن القصف يبدو أنه سيكون مستمرا ويواصل مرة أخرى. يقولون يجب أن تكون هناك حوارات ثنائية عراقية إيرانية من أجل وضع حد لهذا القصف. أيضا اليوم مبعوثة المتحدة في العراق تقول بأن القصف الإيراني بات يمثل خرقا كبيرا للسيادة العراقية. ولا يمكن السكوت عليه. عمليا يمكن أن نشهد أيضا قصف على غرار بيان الحرس الثوري الإيراني. وأيضا التوقيت بالأمس كان هناك قصف لمنطقتين. واليوم أيضا قصف لمنطقة في كاكوكي تواجد فيها حزب إيراني المعارضة. نعم غسان منك أتحول إلى ضياء الناصري في بغداد. ضياء كيف تتعامل الحكومة المركزية مع هذا القصف الإيراني. خاصة في ظل الاتهامات للحكومة المركزية. بها شاشة موقفها المكتفي بالتنديد والاستنكار. نعم بالفعل التنديد أو الرفض القاطع كما جاء في نص البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية العراقية يوم أمس. لم يختلف كثيرا عن البيانات التي صدرت مساء اليوم بعد لقاء الذي أجراه نجرفان بارزاني. رئيس حكومة تقليم كردستان مع رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني. ومع رئيس الجمهورية دكتور عبداللطيف رشيد. إضافة إلى الفعاليات السياسية وقادة الكتل السياسية. أيضا كانت ردود الأفعال نوعا ما بوتيرة وصفها البعض بأنها لا ترتقي إلى مستوى الحدث الأمني. والاستهداف الذي تشهده عاصمة ومحيط إقليم كردستان. ومحيط عاصمة إقليم كردستان بكل الأحوال. أيضا الجلسة النقاشية المغلقة لمجلس النواب. انتهت دون صدور أي بيان حتى الساعة ولم يعلن عن مزيد من الإجراءات. ولكن هناك حديث نيائي حقيقة يتحدث عن مطالبة الحكومة العراقية وحكومة قليم كردستان. بضرورة توضع حد لتواجد عناصر وصفت بأنها إرهابية. وتعليقا على تصريحات السفير الإيراني محمد آل صادق السفير الإيراني في بغداد. الذي قال يوم أمس بأن السفارة والوفود الأمنية التي زارت بغداد خلال الأيام الثلاثة الماضية. سلمت بغداد حوالي سبعين وثيقة تثبت وجود تدريبات وأماكن يتواجد فيها إرهابيون. معضياء. يعني يعارضون النظام الإيراني ويقومون بعمليات تدريب بحسب ما جاء ببيان السفير الإيراني. أشكرك مراسلنا ضياء الناصري كنت معنا من بغداد. والشكر موصول أيضا لمراسلنا غسان خضر من أربيل. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.